قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان فحوى رسالة الميلاد حيث استضاف البرنامج سيادة المطران جمال خضر النائب البطرياركي للاتين في الأردن وتركز الحوار حول فحوى رسالة البابا فرانسيس لعيد الميلاد وكذلك رسالة السيد المسيح الداعية إلى السلام والفرح والمحبة والعدالة والأخوة بين البشر فإلى هناك رسالة البابا فرانسيس لهذا العام ومثل ما تفضلت كان يقول أنه ولد يسوع بيننا وهو الله معنا جاء يشاركنا الألم والجوع والتشرد كان قادر ربنا أنه ينجي من كل هذه الأصص ويعيشوا في ملكوت على الأرض بنعيم ورخاء إلى آخره لكن اختار أن يختبر حياة البشر عشان لما إنسان متألم يتوجه إلى ربنا ويقول له أنا متألم يقول له أنا شاعر معك لأني أنا تألمت مثلك وإنسان كمان جعان أنا شاعر معك لأني أنا جعت مثلك أنا عطشت مثلك أنا تهجرت مثلك أنا انهنت مثلك أنا انظلمت مثلك وانا متت عشانك فربنا يعني كان طلبت من ربنا ينجيني انه كان قادر ربنا كل هاي الامور ما يخلي يعاني لكن عاني عشان يكون معنا قريب فعشان هيك يطلب الانسان يقول يا رب نجيني من هذا المرض يا رب الى اخره اللي ما بيطلب بيطلب بي رجاء والانسان المؤمن احيانا يفقد الرجاء ليش لانه ممكن بيحس بالابتعاد ممكن بالتخلي بالوحدة بيحس انه وحيد ما في حدا صوت معاه فهاي ممكن الشباب عم بشعروا بهذا الشي عشان هيك مبتعدين بس سيدنا شو اللي بيعيق دخولنا الى معنى الميلاد الحقيقي في رسالة قداسة البابا جاءت ما الذي يعيق هذا الدخول يسوع اختار ان يولد في مغارة واختار ان يتوجه الى البسطاء وليس الى العلماء والاذكياء فاذا رجعنا كمان مرة لقصة عيد الميلاد ورسالة العيد نرى من الذي استقبل المسيح من الذي ذهب لزيارة الرؤى اللي هم ابسط الناس افقر الناس بينما رؤساء الكهنة والمسؤولين وهيرودوس في القدس لم يذهبوا الى بيت الاحب كبرياءهم منعهم من الذهاب هذه هي رسالة يسوع لتوجه البسطاء جاء الى بيته فما قبله اهل بيته اما الذين قبلوا فقد مكنهم ان يصيروا ابن الله خلينا نذكر مريم العذرة القديس يوسف اليسابات زكريا سمعان الشيخ هذول الاشخاص البسطاء واللي بيسميهم الكتاب المقدس الابرار ليتبعوا شريعة الله بكل بساطة وبكل صدق هولا كانوا هم الاقرب من الله وليس العظماء والاذكياء كما يقول يسوع وبهذه الطريقة نفهم افضل رسالة يسوع انه الانسان يفقد الرجاء احيانا بيشوف حاله لحاله وقلنا انه يسوع عاش مثلنا خليتك صرخة يسوع على الصليب الهي الهي لماذا تركتني لما تلاميذ وتخلوا عنه الشعب انقلب عليه الكل ابعد عنه شعر انه لحاله وحيد ولكن ما يميز المسيحي انه لا يتخلى عن الرجاء ابدا